أهلا وسهلا بكم عزائي مع الجزء الرابع والعشرين من كتاب العاقل تاريخ مهتصر للنوع البشري لمؤلفه يوفال نوح هراري وصلنا إلى عنوان وعاشوا سعداء إلى الأبد يقول تحت هذا العنوان شهدت الخمسمائة سنة الماضية سلسلة من الثورات التي تحبس الأنفاس وحدت الأرض في مجال بيئي وتاريخي واحد ونمى الاقتصاد بالطراد وتتمتع البشرية في وقتنا الحاضر بثروة طالما كانت موضوعا للحكايات الخيالية قدم العلم والثورة الصناعية للبشرية قوى خارقة وطاقة لا حدود لها عمليا وتغير النظام الاجتماعي بالكامل كما تغيرت السياسة والحياة اليومية وعلم النفس لكن هل نحن أسعد؟ هل تجسدت الثروة التي راكمها البشر على مدى القرون الخمسة الماضية في رضا اكتشف حديثا؟ هل فتح اكتشاف مصادر طاقة لا تنضب أمامنا مستودعات غبطة لا تنضب؟ وإذا عدنا أبعد إلى الوراء هل جعلت الألفيات السبعون المضطربة منذ الثورة الذهنية العالمة مكانا أفضل للعيش؟ هل كان الراحل نيل أرمسترونغ والذي لا يزال أثر خطواته سليما على القمر؟ عديم الرياح أسعد من صياد جامع نكرة ترك بصماته قبل ثلاثين ألف سنة على جدار في كهف شوفيه؟ وإن لم يكن أسعد فما المغزى من استحداث الزراعة والمدن والكتابة والعملات والامبراطوريات والعلم والصناع؟ نادرا ما يسأل المؤرخون مثل هذه الأسئلة فهم لا يتساءلون عما إذا كان مواطن أوروك وبابل أسعد من أسلافهم الجامعين وعما إذا كان صعود الإسلام المصريين أكثر سرورا في حياتهم أو كيف أثر انهيار الامبراطوريات الأوروبية في إفريقيا على سعادة ملايين لا تحصى من البشر؟ مع هذا فهذه أهم الأسئلة التي يمكن للمرء أن يسألها عن التاريخ تستند معظم الأيديولوجيات الحالية والبرامج السياسية على أفكار واهية إلى حد ما تتعلق بالمصدر الحقيقي للسعادة البشرية إذ يعتقد القوميون أن تقرير المصير الحقيقي للسعادة البشرية يعتقد القوميون أن تقرير المصير السياسي ضروري لسعادتنا ويفترض الشيوعيون أن الجميع سيكون سعيدا تحت ديكتاتورية البروليتارية ويؤكد الرئيس الماليون على أن السوق الحرة وحسب هي التي يمكنها ضمان أكبر قدر من السعادة لعدد أكبر من الناس وذلك من خلال خلق نمو اقتصادي ووفرة مادية وبتعليم الناس لكي يكونوا مؤتمدين على أنفسهم ومبادرين ماذا يحدث إذا دحض بحث جاد هذه الفرضيات؟ وإن لم يجعل النمو الاقتصادي والاعتماد على الذات الناس أسعد فما فائدة الرئيس المالية؟ ماذا لو تبين أن الخاضعين للامبراطوريات الكبيرة كانوا أسعد عموما من مواطني الدول المستقلة وأن الجزائريين على سبيل المثال كانوا أسعد تحت الحكم الفرنسي من حكمهم لأنفسهم ما الذي يعنيه ذلك؟ حول عملية إنهاء الاستعمار وقيمة الوطنية وتقرير المصير تعتبر كل هذه مجرد احتمالات افتراضية لأن المؤرخين تجنبوا حتى الآن إثارة هذه الأسئلة ناهيك عن الإجابة عنها بحثوا في تاريخ كل شيء تقريباً في السياسة والمجتمع والاقتصاد والنوع الاجتماعي والأمراض والنشاط الجنسي والغذاء والملابس غير أنهم نادراً ما توقفوا ليتساءلوا عن كيفية تأثير كل هذا على السعادة البشرية على الرغم من أن قلة أو قلة درست تاريخ السعادة على المدى الطويل إلا أن كل باحث وكل إنسان عادي لديه بعض الافتراضات المهمة حولها يشير رأي سائد إلى زيادة القدرات البشرية على مر التاريخ وبما أن البشر يستخدمون قدراتهم بشكل عام للتخفيف من البؤس وتحقيق الطموحات فيترتب على ذلك أن نكون أسعد من أسلافنا في العصور الوسطى وأنهم كانوا بلا شك أسعد من جامعي العصر الحجري غير أن هذا الوصف التقدمي غير مقنع أن هذا الوصف غير مقنع وكما رأينا فإن المواقف والسلوكيات والمهارات الجديدة لا تؤدي بالضرورة إلى حياة أفضل فعندما تعلم البشر الزراعة في الثورة الزراعية زادت قوتهم الجماعية في تشكيل بيئتهم لكن كثيرا من أفراد البشر عاشوا في مشقة أكبر كان على الفلاحين العمل بجدية أكثر من الجامعين من أجل لقمة عيش أقل تنوعا وأقل قيمة غذائية لكنهم كانوا أكثر عرضة للمرض والاستغلال وبالمثل زاد انتشار الامبراطوريات الأوروبية من قوة البشر الجماعية كثيرا من خلال تعميم الأفكار والتقنيات والمحاصيل وفتح طرق جديدة للتجارة مع ذلك لم يكن هذا أمرا سارا بالنسبة لملايين الأفارقة والأمريكيين الأصليين والسكان الأصليين لإستراليا وباعتبار النزع البشرية المثبتة لإساءة استخدام السلطة يبدو من السذاجة لاعتقاد بأن الناس الذين يحظون بنفوذ أكبر يكونون أسعد يتخذ بعض معارضي هذه النظرة موقفا مناقضا تماما وهم يجادلون في وجود علاقة عكسية بين القدرات البشرية والسعادة بين علاقة عكسية بين القدرات البشرية والسعادة إذ يقولون أن السلطة تفسد وكلما اكتسبت البشرية المزيد من السلطة خلقت عالما ميكانيكيا باردا غير مناسب لاحتياجاتنا الحقيقية شكل التطور عقولنا وأجسامنا وفق حياة الصيادين الجامعين وحكم علينا الانتقال بداية إلى الزراعة ثم إلى الصناعة بأن نعيش حياة غير طبيعية لا يمكننا أو لا يمكنها أن تعبر عن كامل ميولنا وغرائزنا المتأصلة وبالتالي لا يمكنها تلبية رغباتنا العميقة لا شيء في حياة الطبقة الوسطى المدنية المربحة يمكنه أن يظاهي الإثارة الجامحة والفرحة الكبيرة التي خبرتها جماعة من الجامعين في صيد ناجح لممث وهكذا فكل اختراع جديد يبعدنا مسافة أخرى عن جنة عدن غير أن هذا الإصرار الرومانسي على رؤية جانب مظلم وراء كل اختراع أمر دغمائي مثله مثل الإيمان بحتمية التقدم ربما ننجرف بعيدا عن الصائد الجامع الذي بداخلنا لكن الأمر ليس بذلك السوء فعلى سبيل المثال قلص الطب الحديث على مدى قرنين الماضيين معدل وفيات الأطفال من 33% إلى أقل من 5% فهل يمكن لأحد أن يشك في أن هذا الأمر أسهم إسهاما كبيرا في سعادة أولئك الأطفال الذين كانوا ليموتون لولا ذلك بل وساهم أيضا في سعادة عائلاتهم وأصدقائهم يتخذ الموقف الأكثر اتزانا سبيلا وسطا وهو يشير إلى أنه لم يكن هناك ارتباط واضح بين السلطة والسعادة قبل الثورة العلمية فربما كان الفلاحون في العصور الوسطى أكثر بؤسا من أسلافهم الجامعين غير أن البشر تعلموا في القرون القليلة الماضية استخدام قدراتهم بحكمة أكبر وانتصارات الطب الحديث ليست سوى مثال على ذلك وتشمل الإنجازات غير المسبوقة الأخرى الانخفاض الحاد في العنف والاختفاء الفعلي للحروب الدولية والقضاء الوشيك على المجاعات الواسعة النطاق يعد هذا الموقف هو الآخر إفراطا في التبسيط أولا لأنه يبني تقديره المتفائل على عينة صغيرة جدا من السنوات إذ لم تبدأ أغلبية البشر بالتمتع بثمار الطب الحديث إلا في سنة 1850 وحسب والانخفاض الشديد في معدل وفيات الأطفال ظاهرة تنتمي للقرن العشرين واستمرت المجاعات الشاملة في نكبة جزء كبير من البشرية حتى منتصف القرن العشرين وقضى ما بين عشر وخمسين مليون إنسان حتفهم بسبب الجوع خلال القفزة الشيوعية العظيمة في الصين من 1958 إلى 1961 ميلادية وأصبحت الحروب نادرة بعد عام 1945 وحسب وذلك بفضل التهديد الجديد بالإبادة النووية وعلى الرغم من أن العقود القليلة الماضية كانت عصرا ذهبيا غير مسبوق للبشرية إلا أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا يمثل تحولا أساسيا في مسارات التاريخ أو أنه مجرد فترة عابرة من حسن الحظ إن أخذ وجهة نظر الطبقة المتوسطة لدى الغرب في القرن الحادي والعشرين عند الحكم على الحداثة أمر شديد الإغراء إلا أننا يجب أن لا ننسى وجهات نظر عمال مناجم الفحم في ويلز في القرن التاسع عشر ولا مدمني الأفيون الصينيين ولا سكان تسمانيا الأصلهين إذ لا تقل تروجانيني أهمية عن هوميروس سيمبسون أشهر شخصية كارتونية تمثل الطبقة الوسطى الغربية ثانيا ربما يتضح أن العصر الذهبي القصير لنصف القرن الأخير زرع بذور كارثة المستقبل فعلى مدى العقود الأخيرة أربكن التوازن البيئي لكوكبنا بضلق جديدة لا حصر لها يرجع أن تكون آثارها وخيمة ويرجح المفترض وتشير كثير من الأدلة إلى أننا ندمر أسس الرخاء البشري في عربدة استهلاكنا البشري أخيرا لا يمكننا أن نهنئ أنفسنا على الإنجازات غير المسبوقة للإنسان الحديث إلا إذا تجاهلنا تماما مصير جميع الحيوانات الأخرى تراكمت معظم الثروة المادية الداعية للتبجح التي تحمينا من المرض والمجاعة على حساب قرود التجارب والأبقار الحلوب ودجاج الحزام الناقل إذ خضعت أشرات المليارات منها خلال القرنين الماضيين للنظام الاستغلال الصناعي الذي لا مثيل لقسوته في تاريخ كوكب الأرض وإذا كنا سنقبل مجرد العشر مما يطالب به نشطاء حقوق الإنسان أو الحيوان فإن الزراع الصناعي الحديثة قد تكون أعظم جريمة في التاريخ وعند تقييم السعادة العالمية فإنه من الخطأ أن تقتصر على سعادة الطبقات العليا أو سعادة الأوروبيين أو الرجال وربما من الخطأ أيضا مراعاة سعادة البشر فقط تحت عنوان حساب السعادة يقول المؤلف ناقشنا السعادة حتى الآن وكأنها في الأساس نتاج للعوامل المادية كالصحة والنظام الغذائي والثروة فلو كان الناس أثرى وأصح وجب أن يكونوا بالتالي أسعد لكن هل هذا الأمر جلي فعلا؟ أمعن الفلاسفة ورجال الدين والشعراء التفكير في طبيعة السعادة لآلاف السنين وخلص كثير منهم إلى أن العوامل العوامل الاجتماعية والأخلاقية والروحية لها تأثير كبير على سعادتنا ولا يقل أثرها على الظروف المادية ربما يعاني الناس في مجتمعات الوفرة الحديثة كثيرا من الاغتراب وانعدام المعنى على الرغم من ازدهارهم وربما وجد أسلافنا الأفقر كثيرا من الرضا في المجتمع والدين والعلاقة مع الطبيعة درس علماء النفس والأحياء في العقود الأخيرة بمنهج علمي ما يجعل الناس سعداء حقا أهو المال؟ أم العائلة؟ أم الجينات؟ أو ربما الفضيلة؟ تكمن الخطوة الأولى في تحديد من الذي يجب قياسه؟ إن التعريف المقبول عموما للسعادة أنها الرفاهية الذاتية الرفاهية الذاتية ووفقا لهذا الرأي فالسعادة أمر أشعر به في داخلي أما أن يكون إحساسا فوريا بالمتعة أو رضا طويل الأمد عن الطريقة التي تسير بها حياتي إذا كانت السعادة أمرا يتعلق بشعور داخلي فكيف يمكن قياسه في الخارج؟ يفترض أنه يمكننا القيام بذلك بأن نطلب من الناس إخبارنا كيف يشعرون وهكذا فإن على علماء النفس أو علماء الأحياء الذين يريدون تقييم مدى شعور الناس بالسعادة أن يقدموا لهم استبيانات لملئها ومن ثم يستخلصون النتائج منها تطلب استبانة الرفاه الذاتي المعتادة من الأشخاص الذين جرت مقابلتهم تقدير مدى اتفاقهم على مقياس من صفر إلى عشر ما عبارات من هذا القبيل؟ أشعر بالغبطة لما أنا عليه أشعر أن الحياة مجزية جدا أنا متفائل بشأن المستقبل والحياة جيدة ثم يجمع الباحث الإجابات جميعها ويحسب المستوى العام للرفاهية الذاتية تستخدم مثل هذه الاستبيانات لربط السعادة بعدد من العوامل الموضوعية فقد تقارن إحدى الدراسات مثلا بين ألف شخص من الذين يكسبون مئة ألف دولار في السنة مع ألف شخص يكسبون خمسين ألف دولار فإذا اكتشفت الدراسة أن المجموعة الأولى لها متوسط مستوى رفاهية ذاتية يبلغ ثمانية وسبعة بالعشر بالمئة أو عفوا ثمانية وسبعة بالعشر فقط في حين أن المجموعة الثانية يبلغ متوسطها سبعة وثلاثة بالعشر فقط فيمكن للباحث عندها أن يستنتج على نحو منطقي أنه لا يلك علاقة إيجابية بين الثروة والرفاه الشخصي وبعبارة بسيطة المال يجلب السعاد ويمكن استخدام نفس الطريقة لدراسة ما إذا كان الناس الذين يعيشون في الديمقراطيات أسعد من الناس يعيشون في الدكتاتوريات وما إذا كان المتزوجون أسعد من العزاب أو المطلقين أو الأرامل يوفر هذا الأمر أساساً للمؤرخين الذين بإمكانهم دراسة معدلات الثروة والحرية السياسية والطلاق في الماضي فإذا كان الناس أسعد في الديمقراطيات والمتزوجون أسعد من المطلقين فسيكون لدى المؤرخ أساس يحتج به على أن عملية إرساء الديمقراطية ساهمت في العقود القليلة الماضية في سعادة البشرية وأن معدلات الطلاق المتزايدة تشير إلى اتجاه معكس إن طريقة التفكير هذه ليست خالية من العيوب لكن قبل الإشارة إلى بعضها يجدر بنا النظر في النتائج تشير إحدى الاستنتاجات المثيرة للاهتمام إلى أن المال يجلب السعادة فعلاً لكن إلى حد ما وحسب أما بعد ذلك الحد فإن المال يصبح قليل الأهمية فبالنسبة للناس العالقين في أسفل السلم الاقتصادي فإن المزيد من المال يعني مزيداً من السعادة فإن كنت أماً أميركية عزباء تجني ألف دولار في السنة من تنظيم المنازل وكسبت فجأة خمسمائة ألف دولار في اليانصيب فالأرجح أنك ستشهدين زيادة كبيرة وطويلة الأجل في الرفاهية الذاتية ستكونين قادر على إطعام أطفالك وكسوتهم دون مزيد من الغرق في الدين إلا أنك إذا كنت مسؤولاً تنفيذياً أعلى تحصل على 250 ألف دولار سنوياً وربحت مليون دولار في اليانصيب أو قرر مجلس شركتك مضاعفة راتبك فجأة فمن المرجح أن زيادة رفاهيتك الذاتية ستستمر لعدة أسابيع وحسب ومن المؤكد تقريباً وفقاً للنتائج التجريبية اللا فرق كبيراً سيحدث في الطريقة التي تشعر بها على المدى الطويل ستشتري سيارة أنيقة أكثر وستنتقل إلى منزل أفخم وستعتاد على شرب نبيذ شاتوبيتوس بدلاً من نبيذ كاليفورنيا كابرني لكن سرعان ما سيبدو كل ذلك روتينياً وعادياً ثمت نتيجة أخرى مثيرة للاهتمام هي أن المرض يقلل من السعادة على المدى القصير لكنه لا يكون مصدراً للمعاناة طويلة الأجل إلا إذا كانت حالة الشخص تتدهور باستمرار أو إذا كان المرض ينطوي على ألم مزمن ومنهك فعادة ما يعاني الناس الذين يشخصون بمرض مزمن مثل مرض السكري من الاكتئاب لفترة من الوقت لكن إذا كان المرض لا يتفاقم سوءاً فإنهم يتأقلمون عادة مع وضعهم الجديد ويقومون سعادتهم عالياً بتساوين مع الأشخاص الأصحاء تخيل أن لوسي و لوك توأم من الطبق الوسطى يوافقان على المشاركة في دراسة ذاتية للرفاهية وفي طريق عودتهما من مختبر علم النفس صدمت حافلة سيارة لوسي مسببة لها عدداً من كسور العظام إضافة إلى عرج دائم في ساقها وفي اللحظة التي كان فيها طاقم الإنقاذ يخرجها من الحطام يرن الهاتف ليصرخ لوك أنه فاز بجائزة اليانصيب الكبرى والبالغة عشرة ملايين دولار بعد سنتين ستكون لوسي عرجاء وسيكون لوك أثرة لكن عندما يأتي عالم النفس لمتابعة الدراسة فمن المرجح أن يعطي كلاهما نفس الإجابات التي قدمها في صباح ذلك اليوم المصيري يبدو أن للأسرة والمجتمع تأثيراً أكبر على سعادتنا من المال والصحة إذ يكون الناس في العائلات ذات الروابط القوية والذين يعيشون في المجتمعات المتماسكة والدائمة أسعد بكثير من الأشخاص الذين تعاني أسرهم من التفكك والذين لم يسبق لهم أبداً أن وجدوا أو لم يسعوا ليجدوا مجتمعاً ينتمون إليه وللزواج أهمية خاصة وجدت الدراسات المتكررة أن هناك ترابطاً وثيقاً بين الزواج الجيد والرفاهية الذاتية العالية وبين الزواج السيء والبؤس وينطبق هذا بغض النظر عن الظروف الاقتصادية أو حتى المادية فقد يشعر معاق معوز محاط بشريك حياة محب وعائلة مخلصة ومجتبع مريح بشعور أفضل من ملياردير مغترب طالما أن فقر ذاك المعاق ليس بتلك القسوة الشديدة وأن مرضه ليس انتكاسياً ولا مؤلماً يشير هذا حتماً بأن التحسن الهائل في الظروف المادية على مدى القرنين الماضيين قابله انهيار الأسرة والمجتمع فإن كان الأمر كذلك فإن الشخص العادي اليوم قد لا يكون أسعد في وقتنا هذا من القرن الثامن عشر للميلاد وحتى الحرية التي نقدر قيمتها عالياً التعمل في غير صالحنا صحيح أنه يمكننا أن نختار شركاء حياتنا وأصدقائنا وجيراننا لكن في المقابل يمكنهم اختيار التخلي عننا لأنه محرار وهكذا نجد أنه من الصعب للغاية تقديم التزامات لأفراد يتمتعون بقدرة غير مسبوقة ليقرروا مسارهم الخاص في الحياة لذا نعيش في عالم منعزل بالاضطراد يتألث من مجتمعات وعائلات متداعية يبدو أن النتيجة الأهم هي أن السعادة لا تعتمد حقاً على الظروف الموضوعية سواء أكانت الثروة في الصحة أو حتى المجتمع وإنما تعتمد بالأحرى على العلاقة بين الظروف الموضوعية والتوقعات الذاتية فإذا كنت تريد عربة ثور وحصلت على عربة ثور فستكون راضياً أما إذا كنت تريد سيارة فراري جديدة وحصلت على سيارة فيات مستعملة فستشعر بالحرمان وهذا هو السبب وراء أن أثر الفوز باليانصيب على سعادة الناس يصبح مع مرور الوقت بنفس أثر حادثة سيارة منهكة أو منهكة فعندما تتحسن الأوضاع تكبر التوقعات وبالتالي فحتى التحسينات الدراماتيكية في الظروف الموضوعية يمكن أن تتركنا غير راضين يعني سقف المتطلبات سيكون أكثر يعني إذا ربح مليون سوف يفكر بالمليونين فلذلك يرجع إلى نفس المربع الأول وهو التعاسع وحين تتردى الأوضاع تتقلص التوقعات وبالتالي فحتى مرض شديد قد يتركك سعيدا بالقدر الذي كنت عليه من قبل قد تقول إننا لسنا بحاجة إلى مجموعة من علماء النفس واستبياناتهم لاكتشاف هذا أدرك الأنبياء والشعراء والفلاسفة منذ آلاف السنين أن كونك راضيا عما لديك بالفعل أهم بكثير من حصولك على المزيد من الأشياء التي تريدون ومع ذلك فهو أمر جيد أن يصل البحث الحديث مدعوما بالكثير من الأرقام والرسومات إلى نفس الاستنتاجات التي خلص إليها القدمة إن الأهمية البالغة لتوقعات البشر لها آثار واسعة النطاق لفهم تاريخ السعادة فلو اعتمدت السعادة فقط على الظروف الموضوعية مثل الثروة والصحة والعلاقات الاجتماعية لكان من السهل نسبيا حينئذ استقصاء تاريخها إلا أن النتائج التي أكدت أن السعادة تعتمد على توقعات ذاتية جعلت مهمة المؤرخين أصعب لدينا تحت تصرفنا نحن العصريين مستودعات من المهدئات والمسكنات لكن توقعاتنا حول الراحة والمتعة وعدم تحملنا للعناء والمشقة زادت إلى حد أننا نعاني من الألم أكثر مما عاناه أسلافنا من الصعب قبول هذه الطريقة في التفكير إذ تكمن المشكلة في وجود مغالطة في التفكير متأصلة في عقولنا أميقا في عقولنا وهي أننا عندما نحاول أن نخمن أو نتخيل مدى سعادة الآخرين حاليا أو كيف كان الناس في الماضي سعداء فإننا بالضرورة نتخيل أنفسنا مكانهم لكن هذا لن ينجح لأنه يسقط توقعاتنا على الظروف المادية للآخرين فإنه أمر اعتيادي في مجتمعات الوفرة الحديثة أن تستحم وتغير ملابسك يوميا في حين أنضى الفلاحون في العصور الوسطى عدة أشهر متتالية دون اغتسال ونادرا ما غيروا ملابسه إن مجرد التفكير في العيش هكذا قذرين وغارقين في رائحتنا العفنة أمر مقيت بالنسبة لنا بيد أن فلاحي العصور الوسطى لم يمانعوا ذلك على ما يبدو كانوا معتادين على ملمس ورائحة القميص الذي لم يغسل لفترة طويل وهذا لا يعني أنهم أرادوا تغيير الملابس لكنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك بل كان لديهم ما يريدون لذا كانوا راضين طالما كانت ملابسهم صامدة لن يبدو هذا أمرا مفاجئا عند تفكيرك به فعلى أي حال نادرا ما يغتسل أبناء أمومتنا الشنابس وهم لا يغيرون ملابسهم إطلاقا ولا نشعر بالإشمئزاز من حقيقة أن كلابنا وقطتنا الأليفة لا تستحم ولا تغير معاطفها يوميا ونحن نربط عليها ونعانقها ونقبلها مع ذلك يكره الأطفال الصغار في مجتمعات الوفرة الاستحمام غالبا الأطفال ويأخذ منهم اعتماد هذا النهج الذي يفترض به أن يكون جذابا سنوات من التعليم والضبط الأبوي إن الأمر برمته مسألة توقعات إذا كانت السعادة تحدد بالتوقعات فإن اثنين من أركان مجتمعنا وسائل الإعلام الجماهيرية وصناعة الإعلان قد تستنزف من غير قصد خزانات الرضا في العالم لو كنت شابا يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما في قرية صغيرة قبل خمسة آلاف سنة فقد تعتقد أنك حسن المظهر لأنه كان هناك خمسين رجلا آخر فقط في قريتكم ومعظمهم كانوا إما كبار بندوب وتجاعد أو ما يزالون أطفالا صغار أما إذا كنت مراهقا في وقتنا الحاضر فأنت أكثر أرض للشعور بأنك غير ملائم فحتى لو كان الفتية الآخرون في المدرسة قبيحين فإنك لا تقيس نفسك إزاءهم بل إزاء نجوم السينما والرياضيين وعارضي الأزياء الذين تراهم طوال اليوم في التلفزيون والفيسبوك ولوحات الإعلانات الأملاقة قد لا يثار صخط العالم الثالث بسبب الفقر والمرض والفساد والقمع السياسي فحسب بل كذلك بسبب الانفتاح على معايير العالم الأول كان احتمال موت المصري العادي المصري العادي من الجوع والطاعون والعنف تحت حكم حسن مبارك أقل بكثير منه تحت حكم رمسيس الثاني أو كليوباترا وكانت الظروف المادية لمعظم المصريين جيدة جدا مقارنة بالماضي وكنت ستظن أنهم إنما كانوا يرقصون في الشوارع في عام 2011 شاكرين الله على حظهم الجيد لكنهم ثاروا بدل ذلك بغضب للإطاحة بمبارك لما قارنوا لما قارنوا أنفسهم بأسلافهم تحت حكم الفراعنة بل بمعاصريهم في أمريكا في عصر أوباما إن كان الأمر كذلك فحتى الخلود قد يؤدي إلى الاستياء الخلود قد يؤدي إلى الاستياء افترض أن العلم توصل إلى علاج لجميع الأمراض وعلاجات فعالة لمكافحة الشيخوخة إضافة إلى أدوية تجديدية تبقي الناس شبابا إلى أجل غير مسمى ستكون النتيجة الفورية انتشار غير مسبوق للغضب والقلق سيضطلب غير القادرين على تحمل العلاجات المعجزة الجديدة وهم الغالبية العظمى من الناس غضبا طمأن الفقراء والمظلمون أنفسهم على مر التاريخ فكرة أن الموت أمر منصف على الأقل فالأغنياء والأقوياء سيموتون أيضا لن يشعر الفقراء بالارتياح حيال فكرة أن عليهم أن يموتوا وحدهم في حين يظل الأغنياء شبابا وجميلين إلى الأبد ولن تكون الأقلية الصغيرة القادرة على تحمل تكاليف العلاجات الجديدة مبتهجة كذلك فسيكون لدى هؤلاء الكثير ليقلقوا من أجله أو من أجله فعلى الرغم من أن العلاجات الجديدة يمكن أن تمدد الحياة والشباب إلا أنها لا تستطيع إحياء الموت إنه لأمر مرعب أن أفكر أنني وأحبائي يمكننا أن نحيا للأبد لكن فقط إذا لم تصدمنا شاحنة أو ينسفنا إرهابي إلى أشلاء من المحتمل أن ينشأ أولئك العصيون على الفناء كارهين لأخذ أدنى درجة من المخاطر وستكون محنة خسارة شريك الحياة أو طفل أو صديق مقرب أمرا لا يحتمل تحت عنوان سعادة كيميائية يقول المؤلف يوزع علماء الاجتماع استبانات الرفاهية الذاتية ويربطون نتائجها بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية مثل الثروة والحرية السياسية ويستخدم علماء الأحياء نفس الاستبيانات لكنهم يربطون الإجابات التي يقدمها الناس بالعوامل الكيميائية الحيوية والوراثية وتعد نتائجهم صادمة يرى علماء الأحياء أن عالمنا العقلي والعاطفي محكوم بآليات كيميائية حيوية تشكلت خلال ملايين السنين من التطور وأن رفاهن الذاتي مثل جميع الحالات الأقلية الأخرى لا تحدده مقاييس خارجية مثل الراتب أو الإلاقات الاجتماعية أو الحقوق السياسية وإنما يحدده نظام معقد من العصاب والخلايا العصبية والتشابكات والمواد الكيميائية الحيوية المختلفة مثل السيروتونين والدوبامين والأوكسيتوسين لا يمكن على الإطلاق إسعاد الناس من خلال الفوز باليانصيب أو شراء منزل أو الحصول على ترقية أو حتى العثور على الحب الحقيقي يمكن إسعادهم بشيء واحد فقط واحد فقط بأحاسيس المتعة داخل أجسادهم إن ردة فعل الشخص الذي فاز للتو في اليانصيب أو وجد حبا جديدا لا تحدث تجاه المال أو الحبيب في الواقع أو لا تحدث تجاه المال أو الحبيب في الواقع وإنما هي ردة فعل تجاه أدة هرمونات تثور في مجرى دمه وتجاه عاطفة من الإشارات الكهربائية تومض بين مختلف أجزاء دماغه لسوء حظ كل الآمال في خلق الجنة على الأرض يبدو أن النظام الكيميائي الحيوي الداخلي مبرمج ليحافظ على مستويات سعادة ثابتة نسبيا ليس هناك انتقاء طبيعي للسعادة يمكن على أساسه أن ينقرض الخط الجيني السعيد مثلا من خلال انتقال جينات زوج من الآباء القلقين إلى الجيل التالي تؤدي السعادة والبؤس دورا في التطور بالقدر الذي يشجعان فيه أو يثبتان البقاء والتكاثر وحسب ربما ليس من المستغرب إذا شكلنا التطور لنكون لا بائسين جدا ولا سعداء جدا فهو يمكننا من التمتع باندفاع لحظي للأحاسيس الممتعة لكن هذه لا تدوم للأبد فهي تنحسر عاجلا أم آجلا لتفسح المجال للأحاسيس المزعجة قدم التطور على سبيل المثال أحاسيس ممتعة كمكافآت للذكور الذين ينشرون جيناتهم عن طريق ممارسة الجنس مع الإناث الخصبة فلو لم ترافق الجنس مثل هذه المتعة لم اكترث به إلا عدد قليل من الذكور من التطور كذلك في ذات الوقت لا تنحسر تلك الأحاسيس الممتعة بسرعة فلو استمرت هزات الجماع إلى الأبد لمات الذكور السعداء من الجوع بسبب عدم اهتمامهم بالطعام ولا أعفوا أنفسهم تجش معناء البحث عن إناث خصبة أخر يقال أو يقارن بعض الباحثين الكيمياء الحيوية للإنسان بنظام تكييف الهواء الذي يحافظ على ثبات درجة الحرارة سواء أحلت موجة حر أو عاصفة الجيل قد تغير الأحداث الجوية درجة الحرارة للأحظات لكن نظام التكييف يعيد درجة الحرارة دائما إلى نفس الدرجة المحددة تثبت بعض أنظمة تكييف الهواء أو تثبت بعض أنظمة تكييف الهواء على خمسة وعشرين درجة مئوية وتثبت أخرى على عشرين درج كذلك تختلف أنظمة السعادة البشرية من شخص لآخر ففي مقياس من واحد إلى عشر يولد بعض الناس بنظام كيمياء حيوي مبتهج يسمح لمزاجهم بالتأرجح بين ستة وعشرة ما يؤدي إلى استقراره مع مرور الوقت على ثمانية يعد مثل هذا الشخص سعيدا جدا حتى لو كان يعيش في مدينة كبيرة غريبة وحتى إن فقد كل ماله في أزمة سوق أوراق مالية أو شخص بمرض السكر ويصاب أناس آخرون بلعنة كيمياء حيوية كئيبة تتأرجح بين ثلاثة وسبعة لتستقر على خمسة يعد مثل هذا الشخص غير سعيد ويظل مكتئبا حتى لو تمتع بدعم مجتمع متماسك وفاز بالملايين من أو في الينصيب وكان في صحته كريائضي أولمبي في الواقع حتى لو ربح صاحبنا المكتئب خمسين مليون دولار في الصباح واكتشف علاجا للإيدز والسرطان بحلول الظهر وأقام السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد ظهر ذلك اليوم ثم اجتمع شمله في المساء مع طفله المفقود منذ سنوات فإنه يظل غير قادر على تجربة مستوى سعادة يتجاوز سبع وذلك لأن دماغه ببساطة ليس معدا للابتهاج مهما حصل طبعا هذا الكلام خطير جدا فكر قليلا في عائلتك وأصدقائك لا بد أنك تعرف منهم من يبقى فرحا نسبيا بغض النظر عما يصيبهم فعلا وهناك من هم دائما ساخطون بغض النظر عن الهبات التي يبسطها العالم عند أقدامهم نحن نميل إلى الاعتقاد بأننا إذا استطعنا فقط أن نغير مكان عملنا أو نتزوج أو ننتهي من كتابة تلك الرواية أو نشتري سيارة جديدة أو نسدد الرهن العقاريين فسنكون في أوج السعادة مع هذا حين نحصل على ما نريد فإننا لا نصبح سعادة لا يغير شراء السيارات أو كتابة الروايات شيئا من كيميائنا الحيوية يمكن لذلك أن يباغتها للحظة عابرة لكنها سرعان ما تعود إلى مستواها المحدد كيف يمكن التوفيق بينما ذكر آنفا من نتائج البحوث النفسية والاجتماعية والتي تشير مثلا إلى أن الناس المتزوجين هم أسعد في المتوسط من العزاب أولا تمثل هذه النتائج علاقات ترابطية لكن قد يكون اتجاه السببية فيها يعكس ما افترضه بعض الباحثين فقط افترض بالاستبيان يعني صحيح أن المتزوجين أسعد من العزاب والمطلقين لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الزواج يسبب السعادة فربما تكون السعادة هي سبب الزواج أو بشكل أدق ربما يؤدي ارتفاع السيروتونين والدوبامين والأكسيتوسين إلى الزواج ويحافظ عليه وربما يظل الناس الذين يولدون بكيمياء حيوية مبهجة سعداء وراضين عموما يشكل مثل هؤلاء الناس شركاء حياة أكثر جاذبية وبالتالي فإن لديهم فرصة أكبر للزواج وهم أقل عرض للطلاق كذلك لأنه من الأسهل بكثير العيش مع شريك سعيد وراض بالمقارنة مع شريك آخر مكتئب وغير راضي بالتالي فصحيح أن المتزوجين هم أسعد في المتوسط من العزاب لكن امرأة معرضة أصلاً للكآبة بسبب كيميائها الحيوية لن تصبح بالضرورة أسعد إذا ارتبطت بزوجها تبقى مكتئبة طول حياتها حتى لو تزوجت بالإضافة إلى ذلك فإن معظم علماء الأحياء ليسوا متعاصبين فهم يؤكدون أن السعادة تتحدد أساساً عن طريق الكيمياء الحيوية لكنهم يتفقون على أن للعوامل النفسية والاجتماعية دوراً كذلك فالنظام تكييفنا العقلي لديه شيء من حرية الحركة داخل الحدود المقررة سلفاً فبالرغم من أنه من المستحيل تجاوز الحدين الأعلى والأدنى للمشاعر إلا أن الزواج والطلاق يمكن أن يؤثر في المنطقة الموجودة بينهما لن يرقص شخص ولد بمتوسط سعادة يساوي خمسة في الشوارع أبداً لكن يجدر بزواج جيد أن يمكنه من التمتع بالدرجة خمسة من حين لآخر ومن تجنب إحباط الدرجة الثالثة إذا قبلنا النهج البيولوجي للسعادة طبعاً هذا النهج البيولوجي الذي يتكلم عنه أو الإحياء يتضح لنا أن للتاريخ أهمية ثانوية فيها ذلك لأن معظم الأحداث التاريخية لم يكن لها أي تأثير على كيميائنا الحيوية يمكن أن يغير التاريخ المثيرات الخارجية التي تتسبب في إفراز السيروتونين إلا أنه لا يغير مستويات السيروتونين الناتجة وبالتالي لا يمكنه جعل الناس أسعد قارن بين فلاح فرنسي في القرون الوسطى وبين مصرفي بارسي بارسي معاصر عاش الفلاح في كوخ من الطين بدون تدفئة يطل على حضيرة خنازير بينما يذهب المصرفي إلى بيته الذي هو عبارة عن سقيفة مطرفة بها أحدث الأجهزة التكنولوجية تطل على شارع الشانزليزي نتوقع بدهيا أن يكون المصرفي أسعد من الفلاح بيد أنه لا أكواخ الطين ولا السقائف ولا الشانزليزي هي التي تحدد حالتنا المزاجية حقا إنما يحددها السيروتونين السيروتونين هورمون مهم جدا فعندما أكمل الفلاح القرووسطي بناء كوخ الطين أفرزت الخلايا العصبية في دماغه السيروتونين ليصل إلى المستوى العاشر وعندما دفع المصرفي أو المصرفي في عام 2013 ميلادي الدفعة الأخيرة لسقيفته الرائعة أفرزت الخلايا العصبية في دماغه كمية مماثلة من السيروتونين مما رفعه إلى ذات المستوى العاشر لا يشكل فرقا لدى الدماغ أو الدماغ أن السقيفة أريح بكثير من كوخ الطين فالأمر الوحيد المهم هو المستوى العاشر للسيروتونين الاعتماد إذن على الهورمون فقط وليس على الكوخ أو السقيفة أو القصر بالتالي لن يكون المصرفي أسعد ولو بقليل من جد 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 الفلاحة الرسل لا تقتصر صحة هذا الأمر على الحياة الخاصة وحسب لكنها تنطبق أيضا على الأحداث الجماعية الكبرى ويمكن أخذ الثروة الثورة الفرنسية كمثال كان الثوار مشغولين أعدموا الملك وأعطوا الأراضي للفلاحين وأعلنوا حقوق الإنسان وألغوا امتيازات النبلاء وشنوا الحرب على كل أوروبا ومع هذا لم يغير أيش أي من ذلك كيمياء الحيوية أو الحيائية للفرنسية وبالتالي على الرغم من جميع الانتفاضات السياسية والاجتماعية والأديولوجية والاقتصادية الناجمة عن الثورة إلا أن تأثيرها على الثورة كان ضئيلا كان أولئك الذين فازوا بكيمياء حيوية مرحة في اليانصيب الوراثي سعداء قبل الثورة كما كانوا سعداء بعدها وتذمر أولئك الذين لديهم كيمياء حيوية كئيبة من روبسبير والنابليون بنفس مرارة تذمرهم في وقت سابق من لويس السادس عشر وماري انطوانيت إذا كان الأمر كذلك فما الفائدة من الثورة الفرنسية إذا لم يصبح الناس أسعد فما الجدوى من كل تلك الفوضى والخوف والدمار والحرب لم يكن علماء الأحياء ليقتحموا الباستيل يعتقد الناس أن هذه الثورة السياسية أو ذلك الإصلاح الاجتماعي سوف يجعلهم سعداء لكن كيمياءهم الحيوية تظل تخدعهم مرة بعد أخر هناك تطور تاريخي وحيد له أهمية حقيقية في أمر السعادة فاليوم حين أدركنا أخيرا بأن مفاتيح السعادة موجودة في يدي نظامنا الكيمياء الحيوي فإنه يمكننا التوقف عن إهدار وقتنا على السياسة والإصلاحات الاجتماعية والانقلابات العسكرية والآيديولوجيات ونركز بدلاً من كل ذلك على الشيء الوحيد الذي بإمكانه أن يجعلنا سعداء حقاً وهو التحكم بكيميائنا الحيوي فإذا استثمرنا المليارات في فهم الكيمياء أو كيمياء دماغنا وتطوير العلاجات المناسبة يمكننا حينها جعل الناس أسعد من أي وقت مضى دون أي حاجة للثورات لا يغير إقار البروزاك على سبيل المثال الأنظمة لكنه يخلص الناس من اكتئابهم برفعه لمستوى السيروتونين البروزاك هذا دواء معروف لا شيء يعبر عن الحجة البيولوجية أفضل من الشعار المشهور لشركة نيو ايج السعادة تبدأ من الداخل هذا هو الشعار السعادة تبدأ من الداخل فلا المال ولا المكانة الاجتماعية ولا الجراحة التجميلية ولا البيوت الجميلة ولا المناصب النافذة لا شيء من ذلك يجعل لك السعادة تأتي السعادة الدائمة وحسب من السيروتونين والدوبامين والأكسيتوسين في رواية الدوس هيكسلي عالم جديد شجاع وهي رواية واقعية سوداوية نشر سنة 1932 ميلادية في ذروة الكساد العظيم تمثل السعادة القيمة الأسمى وتحل الأدوية النفسية محل الشرطة ومحل الاقتراح أو الاقتراع كأساس للسياسة يتناول كل شخص في كل يوم جرعة من أقار سوما وهو الدواء نصطناعي يجعل الناس سعداء دون إضرار بإنتاجيتهم وكفاءتهم لا تهدد الدولة العالمية التي تحكم العالم بأسره بالحروب ولا الثورات ولا الإضطرابات ولا المظاهرات لأن جميع الناس راضون جدا بظروفهم الراهنة مهما كانت إن رؤية هيكسلي للمستقبل أكثر إزعاجا بكثير من رواية 1984 لجورج أورويل يبدو عالم هيكسلي وحشيا لمعظم القراء لكن من الصعب توضيح سبب ذلك الجميع سعداء طوال الوقت فما المشكلة في ذلك معنى الحياة إن عالم هيكسلي المقلق مبني على الافتراض البيولوجي بأن السعادة تساوي المتعة أن نكون سعداء ليس أمرا أكثر ولا أقل من الشعور بأحاسيس جسدية ممتعة وبما أن كيمياءنا الحيوية تحد من حجم هذه الأحاسيس ومدتها فإن طريقة الوحيدة لجعل الناس يجربون مستوى عاليا من السعادة على مدى فترة ممتدة من الزمن هي التحكم في الأنظمة الكيميائية الحيوية لديهم يعارض بعض الباحثين هذا التعريف للسعادة ففي دراسة مشهورة طلب دانيال كانيمان وهو حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد من الناس إعادة سرد يوم عمل نموذجي عاشه كل واحد منهم وبمتابعة أحداث ذلك اليوم حدثا بعد آخر لتقييم مدى استمتاعهم بكل لحظة أو مدى نفورهم منها اكتشف الباحث ما بدى أنه مفارقة في رؤية معظم الناس لحياتهم خذ مثلا الأعمال التي تتطلبها تربية الطفل وجد كانيمان أنه عند حساب لحظات البهجة ولحظات الكدح يتضح أن تنشئة طفل أقرب إلى أن تكون أمرا كريه إذ يتألف إلى حد كبير من أعمال مثل تغيير الحفاظات وغسل الصحون والتعامل مع نوبات الغضب وهي أمور لا يحب أحد القيام بها مع هذا صرح معظم الآباء بأن أطفالهم يشكلون المصدر الرئيس للسعادة هل هذا يعني أن الناس لا يعرفون حقا ما هو الجيد بالنسبة لهم؟ ذلك أحد الاحتمالات الاحتمال آخر فيما تثبته النتائج من أن السعادة ليست زيادة اللحظات الممتعة على اللحظات الكريهة بل هي بالأحرى رؤية المرء بمجمل حياته على أنها مجدية وذات مغزى وهناك مكون ذهني وأخلاقي مهم للسعادة تصنع قيمنا كل الفرق بين أن نعتبر أنفسنا أبيداً بائسين لطفل ديكتاتور أو أننا نرعى حياة جديدة بمحبة وكما أشار نيتشا إذا كان لديك سبب للحياة فيمكنك تحمل أي كيفية لها يمكن لحياة ذات مغزى أن تكون مرضية للغاية حتى في خضم المشقة في حين أن حياة لا معنى لها هي محنة رهيبة مهما كانت مريحة بالرغم من أن الناس في جميع الثقافات أو الثقافات والعصور شعروا بنفس النوع من الملذات والآلام إلا أن المعنى الذي أضافه إلى تجاربهم اختلف في الأرجح على نطاق واسعة وإذا كان الأمر كذلك فإن تاريخ السعادة ربما كان متقلبا أكثر بكثير مما تخيله علماء الأحياء وهو استنتاج لا يفضل الحداثة بالضرورة فعند تقويم الحياة لحظة بلحظة نرى أن الناس في العصور الوسطى عاشوا بالتأكيد حياة صعبة مع هذا فإن كانوا قد آمنوا بوعد النعيم الأبدي في الآخرة فربما اعتبروا حياتهم ذات معنى وجدوى أكبر بكثير من العلمانيين المعاصرين الذين لا يتوقعون على المدى الطويل سوى النسيان الكامل الذي لا معنى له ولو سئل الناس في القرون الوسطى هل أنتم راضون عن حياتكم عموما؟ فربما سجلوا درجات مرتفعة من استبانتي أو في استبانة الرفاه الذاتي هل كان أسلافنا في القرون الوسطى سعداء لأنهم وجدوا معنى للحياة في الأوهام الجماعية حول الآخرة؟ نعم فطالما لم يعبث أحد بأوهامهم فلما لم يكونوا كذلك؟ يمكننا القول على حد علمنا من وجهة نظر ألمية بحتة أن الحياة البشرية لا معنى لها على الإطلاق والبشر هم نتاج عمليات تطورية عمياء تعمل دون هدف أو غاية وليست أعمالنا جزءا من خطة كونية إلهية وإذا انفجر كوكب الأرض صباح الغد فالأرجح أن يستمر الكون في سيره كالمعتاد يمكننا القول هنا إن الذاتية البشرية لن تفقد لذا فأي معنى ينسبه الناس لحياتهم هو مجرد وهم لم تكن معاني الحياة التي وجدها الناس القرصيون في الحياة الآخرة أكثر وهما من المعاني الإنسانية والقومية والرأس مالية التي وجدها الناس المعاصرون فالعالمة التي تقول أن حياتها ذات معنى لأنها تزيد من مخزون المعرفة البشرية والجندي الذي يعلن أن حياته ذات مغزا لأنه يحارب دفاعا عن وطنه ورجل الأعمال الذي يجد المعنى في بناء شركة جديدة ليسوا بأقل توهما من نظرائهم في العصور الوسطى الذين وجدوا معنا في قراءة الكتب المقدسة أو المشاركة في حملة صليبية أو بناء كاتدرائية جديدة ربما إذن تكون السعادة هي التوافق بين أوهام المرء الشخصية حول المعنى مع الأوهام الجماعية السائدة فما دامت رؤية الشخصية منسجمة مع رؤية الناس من حولي فأستطيع أن أقنع نفسي لأن حياتي ذات معنى وأن أجد السعادة في هذا الاقتناع هذا استنتاج محبط إلى حد ما فهل تعتمد السعادة فعلا على خداع الذات تحت عنوان آخر هو اعرف نفسك يقول المؤلف إذا كانت السعادة مبنية على الشعور بأحاسيس ممتعة فنحن بحاجة من ثم ومن أجل أن نكون أسعد إلى إعادة هندسة نظامنا الكيميائي الحيوي أما إذا اعتمدت السعادة على الشعور بأن الحياة ذات معنى نحتاج إلى أن نوهم أنفسنا بفعالية أكبر لكن هل يوجد بديل ثالث؟ تشترك وجهتنا أو تشترك وجهتان نظر أعلاه في افتراض أن السعادة هي من الشعور الذاتي إما بالمتعة أو بالمعنى وهكذا فمن أجل الحكم على سعادة الناس فإن كل ما علينا فعله هو سؤالهم عن كيف يشعرون يبدو هذا منطقيا بالنسبة للكثيرين منا لأن الدين السائد في عصرنا هو الليبرالية والليبرالية تقدس المشاعر الذاتية للأفراد وهي تعتبر أن هذه المشاعر هي المصدر الأعلى للسلطة فهي التي تحدد ما هو جيد وما هو سيء وما هو جميل وما هو قبيح وما يجب أن يكون وما لا يجب أن يكون تستند السياسة الليبرالية على فكرة أن الناخبين يعلمون ما هو الأفضل ولا داعي لأن يخبرنا الأخ الأكبر ما هو جيد لنا وتعتمد الليبرالية الاقتصادية على فكرة الزبون دائما على حق الزبون دائما على حق هذه الفكرة ويعلن الفن الليبرالي أن الجمال في نظر المشاهد ويعلم الطلاب في المدارس والجامعات الليبرالية أن يفكروا لأنفسهم وتحثنا الإعلانات التجارية على افعلها وحسب وتلقلنا أفلام الأكشن والمسرحيات الدرامية والمسلسلات التلفزيونية والروايات وأغاني البوب الجذابة باستمرار كن صادقا مع نفسك استمع إلى نفسك اتبع قلبك وضع جان جاك روسو وجهة النظر هذه على نحو نيكلاسيكي بقوله ما أشعر أنه خير فهو خير وما أشعر أنه شر فهو شر يميل الناس الذين نشأوا منذ صغرهم على استهلاك هذه الشعارات إلى الاعتقاد بأن السعادة هي شعور شخص أو شعور شخصي وأن كل فرد يعرف على نحو أقل ما إذا كان سعيداً أم بائساً غير أن هذا الرأي تنفرد أو تتفرد به الليبرالي صرحت معظم الديانات والأيديولوجيات عبر التاريخ بأن هناك معايير موضوعية للخير والجمال معايير لما ينبغي أن تكون عليه أو لما ينبغي عليه أن تكون الأمور وكانت مرتابة من مشاعر الشخص العادي وتفضيلاته استقبل الحجاج في مدخل معبد أبولو في ديلفي بنقش يقول لا أعرف نفسك وكان المعنى الضمني أن الشخص العادي يجهل حقيقة ذاته وبالتالي فالأرجح أن يكون جاهلاً بالسعادة الحقيقية ومن المحتمل أن يؤيد فرويد أو يؤيد فرويد ذلك سيؤيد الله اللهتيون المسيحيون ذلك أيضاً كان القديس بولس والقديس أغسطين يعلمان تماماً أنك إذا سألت الناس عن الأمر فإن معظمهم سيفضلون ممارسة الجنس على أن يصلوا لله فهل يثبت هذا أو يثبت هذا بأن ممارسة الجنس هي مفتاح السعادة؟ ليس وفقاً لما يراه بولس وأغسطين فهو يثبت فقط أن البشر خاطئون بطبيعتهم وأنه من السهل على الشيطان إغواء الناس إن الغالبية العظمى من الناس من وجهة نظر أو من وجهة نظر مسيحية هم في وضع مشابه إلى حد ما لوضع مدمني الهيروين تخيل عالم نفس يشرع في دراسة السعادة بين متعاطي المخدرات يستطيع آراءهم ويجد أنهم يعلنون على مستوى كل واحد منهم بأنهم لا يكونون سعداء إلا عندما ينتشون بالمخدر فهل سينشر عالم النفس هذا ورقة علمية يعلن فيها أن الهيروين هو مفتاح السعادة؟ لا تقتصر فكرة أنه لا يمكن الوثوق بالمشاعر المسيحية فحين يتعلق الأمر على الأقل بقيمة المشاعر فقد يجد حتى داروين ودوكنز أساساً مشتركاً مع القديس بولوس والقديس أغسطين فوفقاً لنظرية الجين الأناني فإن الانتقاء الطبيعي يجعل الناس ككل الكائنات الحية الأخرى يختارون ما هو جيد لإكثار جيناتهم حتى لو كانت سيئة بالنسبة لهم كأفراد يقضي معظم الرجال حياتهم وهم يكدحون ويقلقون ويتنافسون ويقاتلون بدلاً من الاستمتاع بالنعيم السلمي وذلك لأن حمضهم النووي يتحكم بهم لتحقيق أهدافه الأنانية فكما الشيطان يستخدم الحمض النووي للملذات العابرة لإغراء الناس وجعلهم تحت سطوته اتخذت معظم الأديان اتخذت معظم الأديان والفلسفات من ثم نهجاً مختلفاً جداً للسعادة عن الليبرالية ويعد الموقف البوذي بالذات مثيراً للاهتمام إذ خصصت البوذية أهمية كبيرة لسؤال السعادة ربما أكثر من أي عقيدة بشرية أخرى درس البوذيون على مدى 2500 سنة منهجاً أو منهجياً جوهر السعادة وأسبابها جوهر السعادة وأسبابها ولهذا السبب يتزايد اهتمام المجتمع العلمي بفلسفتهم وممارساتهم التأملية تشترك البوذية في النظرة الأساسية للنهج البيولوجي للسعادة وهي أن السعادة تنتج عن العمليات التي تحدث داخل جسم الإنسان وليس بسبب أحداث العالم الخارجي ومع ذلك فرغم أنها تنطلق من نفس النظرة إلا أنها تصل إلى استنتاجات مختلفة جدي وفقاً للبوذية يطابق معظم الناس السعادة بالمشاعر الممتعة في حين يطابقون المعاناة بالمشاعر الكريهة بالتالي يعزو الناس أهمية كبيرة لما يشعرون به يرغبون في عيش المزيد من الملذات فيما يتجنبون الألم فكل ما نفعله اليوم أو طوال حياتنا أكان حك أحدنا لساقه أو التململ قليلاً في الكرسي أو خوض حروب عالمية إنما نحاول به الحصول على مشاعر ممتعة تكمن المشكلة وفقاً للبوذية في أن مشاعرنا ليست أكثر من اهتزازات عابرة تتغير في كل لحظة مثل أمواج المحيط فلو شعرت قبل خمس دقائق ببهجة ومعنى فإن تلك المشاعر ولت في هذه اللحظة وربما أشعر بالحزن والبؤس الآن بالتالي إذا كنت راغباً في عيش مشاعر ممتعة فيتوجب علي أو إذا كنت راغباً في عيش مشاعر ممتعة فيتوجب علي أن أطاردها باستمرار في حين أدفع عني المشاعر الكريهة بعيداً وحتى لو نجحت في ذلك فإن علي أن أبدأ الآن من جديد وعلى الفور دون أن أحصل على أي مكافأة دائمة لمتاعبي ما أهمية الحصول على مثل هذه الجوائز السريعة الزوال؟ لماذا نكافح بجد لتحقيق شيء يختفي لحظياً على الأغلب فور ظهوره؟ وفقاً للبوذية لا يكمن جذر المعاناة في الشعور بالألم أو الحزن ولا حتى في الشعور باللا معنى بل يكمن في هذا السعي الدائم وغير المجد وراء مشاعر سريعة الزوال الذي يجعلنا في حالة مستمرة من التوتر والأرق وعدم الرضا ويكون العقل بسبب هذا السعي غير راضٍ أبداً فهو لا يكون راضياً حتى حين يشعر بمتعة لأنه يخشى من اختفاء هذا الشعور سريعاً لذا يتوق إلى أن يبقى هذا الشعور ويتوطد لا يتحرر الناس من المعاناة عن طريق عيشهم هذه المتعة العابرة أو تلك بل عن طريق فهمهم للطبيعة المتغيرة لكل مشاعرهم وتوقفهم عن التوقي لها يشكل هذا الهدف من ممارسات التأمل البوذية يفترض في التأمل أن تراقب بدقة عقلك وجسمك متأملاً البزوغة المستمرة لكل مشاعرك وانطفائها وتدرك كيف أنه من غير المجد أنه من غير المجد ملاحقتها وحين يتوقف السعي وراء المشاعر يصبح العقل شديد الاسترخاء والصفاء والرضاء تستمر كل أنواع المشاعر بالبزوغ والانطفاء والفرح والغضب والضجر والشهوة لكن بمجرد أن يتوقف توقك لمشاعر معينة فإنه يمكنك قبولها على ما هي عليه وحسب وبهذا تعيش في اللحظة الحالية بدلاً من أن تتخيل ما يمكن أن يحدث إن السكينة الناتجة عن ذلك عميقة للغاية لدرجة أن أولئك الذين يقضون حياتهم في سعي محموم تجاه المشاعر الممتعة يمكنهم بالكاد تخيلها يشبه الآن رجلاً يقف لعقود على شاطئ البحر يحتضن بعض الموجات الجيدة ويحاول منعها من التلاشي بينما يدفع في نفس الوقت الموجات السيئة لمنعها من الاقتراب منه يقف الرجل على الشاطئ يوماً بعد يوم مودياً بنفسه إلى الجنون بهذه الممارسات العقيمة وأخيراً يجلس على الرمال تاركاً الأمواج تأتي وتذهب كما تشاء أي سلام سينعم به حينها تعتبر هذه الفكرة غريبة جداً على الثقافة الليبرالية الحديثة إلى درجة أنه حين تعرفت حركات نيو إيج الغربية على الرؤى البوذية أو تعرفت حركات نيو إيج الغربية على الرؤى البوذية ترجمتها إلى مصطلحات لبرالية وبذلك قلبتها رأساً على عقل إذ يحكي أتباع نيو إيج مراراً يقولون لا تعتمد السعادة لا تعتمد السعادة على الظروف الخارجي بل فقط على ما نشعر به في داخلنا يجب على الناس أن يتوقفوا عن ملاحظة الإنجازات الخارجية مثل الثروة والمكان وأن يتواصلوا مع مشاعرهم الداخلية أو باختصار تبدأ السعادة من الداخل وهذا بالضبط ما يقوله علماء الأحياء لكنه على الأرجح عكس ما قاله بوذا يتفق بوذا مع علم الأحياء الحديث وحركات نيو إيج في أن السعادة مستقلة عن الظروف الخارجية إلا أن رؤيته الأهم والأعمق تتمثل في أن السعادة الحقيقية مستقلة أيضاً عن مشاعرنا الداخلية في الواقع كلما زاد اهتمامنا بمشاعرنا ازددنا توقاً لها وزادت بالتالي معاناتنا كانت وصية بوذا التوقف عن السعي وراء الإنجازات الخارجية وكذلك التوقف عن السعي وراء المشاعر الداخلية باختصار تطابق استبانات الرفاهية الشخصية رفاهيتنا بمشاعر الذاتية وتطابق السعي وراء السعادة بالسعي وراء حالات عاطفية محددة في المقابل وبالنسبة للعديد من الفلسفات والأديان التقليدية مثل البوذية فإن مفتاح السعادة يكمن في معرفة حقيقة نفسك أن تفهم من أنت أو ما أنت يماهي معظم الناس ذواتهم خطأاً أو ذواتهم خطأاً بمشاعرهم وأفكارهم وما يحبون أو يكرهون وحين يشعرون بالغضب فإنهم يفكرون أنا غاضب أو هذا غضبي لذا يقضون حياتهم وهم يتجنبون بعض أنواع المشاعر ويسعون وراء أنواع أخرى ولا يدركون أبداً أنها ليست مشاعرهم وأن السعي الدائب وراء مشاعر معينة يوقعهم في البؤس إذا كان الأمر كذلك فإن فهمنا الكامل لتاريخ السعادة قد يكون مضللاً قد لا يكون مهماً جداً أن تتحقق توقعات الناس أو أن يتمتعوا بمشاعر مبهجة ويكمن السؤال الرئيس فيما إذا كان الناس يعرفون بالفعل حقيقة ذواتهم ما هو الدليل الذي لدينا بأن الناس في هذه الأيام يعرفون تلك الحقيقة أفضل مما عرفها الجامعون الغابرون أو فلاح القرون الوسطى بدأ العلماء في دراسة تاريخ السعادة قبل بضع سنوات وحسب وما زلنا بصدد صياغة الفرضيات الأولية والبحث عنها بطرق بحثية مناسبة ومن المبكر جداً اعتماد استنتاجات صارمة وإنهاء نقاش لم يبدأ بعد ومن المهم أن نستقصي أكبر عدد ممكن من المقاربات المختلفة وأن نطرح الأسئلة الصحيحة وأخيراً تركز معظم كتب التاريخ على أفكار المفكرين العظام وشجاعة المحاربين ومحبة القديسين وإبداع الفنانين ولديها الكثير لتقوله عن نشوء الهياكل الاجتماعية وتفككها وصعود الامبراطوريات وسقوطها وحول الاكتشافات وانتشار التقنية ومع ذلك فإنها لا تقول شيئاً عن تأثير كل هذا على سعادة الأفراد أو معاناتهم وهذه هي الثغرة الأكبر في فهمنا للتاريخ ومن الأفضل لنا أن نبدأ بسدها أنهينا هذا الجزء بقي الجزء الأخير من هذا الكتاب فتابعونا شكراً جزيلاً لكم شكراً لكم